مرسوم بإعادة تنظيم وزارة الخارجية وذلك على النحو الآتي وزير الخارجية ويتبعه مساعد وزير الخارجية ويتبعه رئيس قطاع المنظمات رئيس قطاع الشؤون الحقوق الإنسان رئيس قطاع الشؤون القانونية ثانيا مدير عام شؤون وزارة الخارجية بدرجة وكيل مساعد ويتبعه رئيس قطاع التنسيق والمتابعة رئيس قطاع الاتصال رئيس المراسم ثالثا المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية بدرجة وكيل مساعد رابعا رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية خامسا وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويتبعه رئيس قطاع الشؤون الأفروأسيوية رئيس قطاع الشؤون العربية رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون رئيس مركز المدار رئيس قطاع الشؤون الأوروبية رئيس قطاع الشؤون الأمريكيتين سادسا وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية ويتبع إدارة الشؤون الإدارية، إدارة الموارد المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة نظم المعلومات، رئيس قطاع الخدمات القنصلية